أهلا أحبائنا مشاهدينا اليوم رح أتكلم عن تلت كلمات كل واحد كل شخص بحب يسمعها وهذه التلت كلمات أولا يا بني مغفورة لك خطيئك أو يا بنتي مغفورة لك خطيئك اذهبي بسلام كل شخص بحب يسمعها الكلمة الحلوة ولسيما كل إنسان مثقل بالخطيئة وثقل وأعباء الهموم والخطيئة اللي فعلا بتحطم الحياة وبتخلي الإنسان عايش بلا قيمة وعايش مستعبد ومقيد بأصفاد وأغلال العبودية هذه الكلمات قالها الرب يسوع المسيح كان في كفر نحوم وكانوا بيسمعوا الكلمة والشوارع كانت مزدحمة جدا جاء أربع أشخاص حاملين مفلوج وحاولوا يدخلوا حيث كان يسوع لم يقدروا فعملوا خطة أنه طلعوا من فوق من وراء على ظهر السطح وابتدأوا ينقروا ونزلوا المفلوج أمام يسوع وقال يسوع لهذا المفلوج يا بني مغفورة لك خطايا اللي جالسين بالغرفة ابتدأوا يتزمروا ولسيما طبعا الكتبة وقالوا من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله المسيح العالم بكل شيء علم أفكار قلوبهم وقال لهم أيما أيصر أن يقال لهذا المريض يا بني مغفورة لك خطاياك أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي ولكن لتعلموا أن الابن الإنسان سلطانا أن يغفر الخطايا لك أقول قم فقام حمل السرير أمام الجميع وهنا أحباء السؤال ليه المسيح براهن على كلمات بيتكلمها أنه بيغفر الخطايا أن لم يكن عنده القناعة الكاملة التامة أنه يستطيع أن يغفر الخطايا لو المسيح لم يشفي المفلوج لقلنا أنه مخادع بيتكلم بيتكلم بسلطان أو بكلمات لا يحق له أن يتكلم فهو يتكلم بتجديف فعلا كما قال الكتبة لا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله في حادثة تانية مش بس لهذا الشاب المفلوج لامرأة خاطئة جاءت لبيت وابتدأت تبكي ونزل إدموعها على قدمي يسوع المسيح قال لها يسوع يا ابنتي مغفورة لك خطاياك ابتدأوا يتزمروا طبعا في هذا البيت وبعدين فعلا وبخ عدم إيمانهم لأنه كان عارف القلوب وبعدين المسيح قال لها مغفورة لك خطاياك اذهبي بسلام فالمسيح يقدر أن يغفر الخطايا وهذه واحدة من أجمل الكلمات أي واحد ممكن يسمعها مثل مريض بركة بيت حزدة اللي قال له قم احمل سريرك وامشي مكتوب في يحنى 5.14 فوجده وقال لهم اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر من هنا حبائي منشوف أنه الخطيئة بتشوه الخطيئة بتلوث الخطيئة فعلا تستعبد وبتقيد الإنسان الخطيئة بتشوه حياة الإنسان بتخليه مريض نفسيا وجسديا فكريا إراديا وروحيا أيضا فأجمل كلمة بنسمعها يا بني مغفورة لك خطيئة يا ابنتي مغفورة لك خطيئة يمكن اليوم عم تشعر بثقل الذم وأعباء الهموم والخطايا التي أثقلت حياتك مش عارف تتحرك من كتر الماضي الأسود والظلم اللي عايش فيها والخطيئة اللي سيطرت على حياتك عندما تسمع هذه الكلمات تحصل على الحرية تحصل على السلام وتحصل أيضا على الشفاء أما الكلمة الثانية اللي كل شخص بحب يسمعها ولسيما في هذه الأيام في الأزمة في الكورونا نسمع كلمة يسوع سلام لكم هذه الكلمة قالها للتلميذ لأنه كانوا خايفين من اليهود لما ظهر المسيح للتلميذ في العلية قال سلام لكم وفي نفس العلية قبل ما يذهب إلى الصليب قال المسيح للتلميذ سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا كلمات جميلة جدا من منا لا يريد السلام هذا السلام أحبائي ليس مجرد سلام الازدهار أو القطع عن الحرب أو السلم لكن سلام الراحة من الأعباء من الثقل من الهموم هو سلام الانتصار على الهموم وعلى الضغطات ومواجهة العواصف سلام التبرير اللي بيعطينا المصالحة والسلام مع الله إنه سلام فيه الشفاء الكامل من عذاب الضمير والشعور بالذنب وعدم الحرية فعندما أتمتع بكلمات المسيح سلاما لكم إنه سلام لأنه هو القادر أن يعطي السلام ألم يقل الكتاب عن يسوع هو سلامنا ألم يقل الكتاب عن واحدة من صفات المسيح يهوى شلوم أي يهوى سلام الله سلام ألم يقول الكتاب عن يسوع هو رئيس السلام مصدر السلام ألم يقول الكتاب عن المسيح هو إله السلام وهذا إله السلام سيصحق سريعا الشيطان تحت أرجلكم سريعا إنه سلام المسيح سلام شخصي بلازمنا معنا بمتعنا بالراحة بيدمتعنا بالسلام بمتعنا بالهدوء بمتعنا بالطمأنينة بدمتعنا بالتبرير إنه خطيانا مغفورة حصلت على السلام ومعدتش عايش بشعور بالزم أو الإحساس بالرفض أو الخوف من الندم أو مواجهة الأمور خلاص الأمور تحسمت سلام في حياتي سلام مع الله سلام مع الناس سلام مع نفسي سلام مع الآخرين سلام مع الطبيعة سلام مع الجميع بحب الكل حتى ما عنديش أعداء لأنه المسيح طلب إنه أحب الأعداء أما الكلمة الثالثة لكل شخص بحب يسمعها وهي طبعا كمان من كلمات يسوع قال يسوع للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني وجه كلامه للفرسيين اللي أحضروها بدون ما يحضروا الرجل منشوف العدالة العرجاء والرياء المبرقع فالمسيح استخدم سيفهم وفعلا قال من منكم بلا خطيئة فليرمها أولا بحجر والكل ترك أمام هذا التبكي فوقف يسوع ونظر إلى هذه المرأة المسكينة وقال لها أما دانكي أحد قالت له لا يا سيدي قال لها ولا أنا أدينكي اذهبي ولا تخطئي عرف الحرية أنه أنا فيه دينوني علي فيه عذاب فيه جهنم فيه قضاء فيه عقاب فيه أمور أنا أستحقها لأنه فيه نتائج وثمر الخطيئة اللي بتثمر في حياتي فتصبح علقم وأفسنتين وبتفسد كل حياتي فالإنسان بكون مثقل تحت الشعور بالذنب وعدم راحة الضمير بالحقيقة أحبائي هذه الكلمات كل واحد يستحق أن يسمعها كل واحد يحتاج مغفرة الخطايا وهذه المغفرة على أساس ما فعل يسوع المسيح على الصليب حتى على الصليب قال للس اليوم تكون معي في الفردوس غفر خطايا فإذن لأن المسيح مات بديل عنه وأخذ مكاننا ومات كفارة حتى يستر ويغطي عيوبنا كما يقول إشعياء عنه أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي قد محوت كغي من ذنوبك وكسحابة خطاياك ارجع إلي لأني فديتك فإذن كل واحد فينا محتاج مغفرة الخطايا يعيش بسلام يعيش براحة بهداة البال كل واحد مننا يستحق أنه يعيش بهدوء بدون الإحساس بالزم والندم وطبعا عذاب الضمير مع أنه أحباء لا نستحق النعمة لكن كل واحد يحتاج إلى النعمة أكبر خاطي أكبر شرير أكبر قاتل أكبر زاني يعني الأشخاص اللي دمروا بيوتهم وحياتهم كل واحد بيستحق النعمة فإذن أحبائي هذه الكلمات التلاتة هي عن تعبير عن كلمات المسيح هذه الكلمات أولا هي تعبير عن محبة المسيح الغير مشروطة بكل أبعادها فمحبة الله هي ممدودة لكل واحد بغض النظر لأنه هكذا أحب الله العالم مكتوب أيضا ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطات مات المسيح لأجلنا فإذن هذه الكلمات هي تعبير عن محبة المسيح المنتصرة محبة المسيح الغير محدودة الغير مشروطة بغض النظر شو خطيك لأنه بحبك شيء تاني أحبائي هذه الكلمات هي تعبير عن نعمة المسيح الغنية بالحقيقة التي لا نستحقها ولكن النعمة بكل عطاياها إنها نعمة المسيح يا على هذه النعمة أنا كنت يعني ذاهب إلى الجحيم ولكن بسبب النعمة تغيرت حياتي وأنا الآن ذاهب إلى السماء مع يسوع المسيح وهذه الكلمات أيضا هي تعبير عن سلطان يسوع المسيح وإلا من يستطيع أن يقول يا بني مغفورة لك خطياءك من يستطيع أن يقول يا ابنتي مغفورة لك خطياءك من يستطيع أن يمنح هذا السلام العجيب من يستطيع أن يقول ولا أنا أدينك هذه الكلمات تظهر وهي تعبير أيضا عن سلطان المسيح الذي يحررنا بها فالمسيح هو غافر الخطايا والمسيح هو سلامنا والمسيح هو الديان ولكن في يوم إحنا إسا في عصر النعمة عم نعمته ممدودة لإلك ورحمته يا لغنى نعمته وعظم محبته عم بيجتذبنا إليه اليوم هو عطي من عند الله سألوا يعني من زمانه تتكلموا عن مجيء المسيح فالرسول لا بطرس بيرد أن الله لا يتباطئ عن وعده كما يحسب قوم عادة لكنه يتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناس اليوم هو عطي من عند الرب اليوم هو نعم من عند الرب ومش بس الشمس والهواء والطبيعة والماء وكل هذه الأمور هي هدية من عند الرب نفسك حياتك هي في إيد الرب كونه أعطاك اليوم جديد وحياة جديدة هينعمة من عند الرب فإذن اليوم إن سمعت صوته لا تقص قلبك اليوم هو يوم رجوع للرب إنك تتوب وتطلب الرب في حياتك شيء ثاني أحبائي مهم جدا إنه المسيح هو اللي إله السلطان على غفران الخطايا هو اللي إله السلطان إنه يعني إيدين ولكن يتمهل علينا يقول الكتاب في روميا 2 أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا ليوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محبا اليوم برك من عند الرب عطي من عند الرب من محبته من نعمته إله السيادة إله السلطان على حياة البشر هو اللي بيغفر لكن ممكن ياخد حياتك اليوم لكن السؤال هل أنت مستعد ما تستهين بمحبة الله ولطف الله كل هاي البركات والنعم هو عم بيقتادك حتى تتوب وترجع وتطلب الرب شو رأيك اليوم إنه تصليها صلاة بسيطة قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بتوب عن خطيائي أنا بدعوك إلى حياتي حتى تكون سيدي وربي ومخلصي عندها تسمع هذه الكلمات يا بني مغفورة لك خطيائك يا ابنتي مغفورة لك خطيائك اذهبي بسلام تسمع كلمات سلام لكم سلامي أعطيكم هذا السلام اللي بيعطيك يا يسوع المسيح وبتسمع يعني كديان هو واللي بيعلم القضاء بقول ولا أنا أدينك على حساب دم المسيح إنك طلبت يسوع المسيح يا لعمق غنى محبة الله ونعمته يعني بقول الكتاب ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس فهاي النعمة ممدودة لك اليوم حتى التوب ترجع وزا أنت صليت من قلبك يعني يا رب ارحمني تعال أنت اللي يكون ملك ومخلص على حياتي بحب أسمع منك شارك هذا الفيديو اكتب لنا برأيك وزا عندك سؤال ابعته حتى لأنه مرات بحب أرد على أسئلتك من خلال اللايث ربنا يباركك ويعطيك نعمته وبركته وسلامه أيضا في اسم الرب يسوع آمين اشتركوا في القناة